كيف يجعل البعض يأخذ عليكم بأنكم تتصبقوا من الأولوية الثالثة التي هي الأمن والنظام العام على حساب الحقوق والحريات وكيعطوكم نماديج الحجم المتابعة التي كانت في جرداء حجم المتابعة التي كانت في الريف والتشدد مع كل ما يتعلق بممارسة الحرية في الشارع الآن سؤال نقول الكثير من رائع أولا ذكرت المنشور رقم واحد اللي كانوا البداية باش يشتغلوا أعضاء النيابة العامة احنا أكدنا على أنه الحاجة اللي نقصعدنا هي اللي خاصة بدأوا فيها اللولة أعطيناها الأولوية هي حماية الحقوق والحريات المجتمع الآن متشوق ومتعطش لحماية حقوقه وحرياته إذن حطيناها هي اللولة على أساس أنه يتطعم جهود باش نحميه الحقوق أكتر ولكن في شقكم تاني من سؤال أكيد هو أنه الحقوق هي حقوق للبعض ولكنها تمس حقوق الأغير والحقوق كلها مرتبطة بواجباته حقي ليس حق مطلق في أن فعل ما أشاء إذن دائما أي حق الممارسة دياله كتصطادم بالمحضور وكتصطادم بحدود هذا الحدود كتقدر في هذا الجانب اللي تكلمت عليه كتوصل مع النظام العام النظام العام ما هو؟ النظام العام هو الأمن ديال الساكنة الإنسان خصو يكون حاس بأنه آمن خليتي سيارتك في الشارع آمنة الإدارات آمنة إحنا قلسين الندبة كنأديه الواجب ديالنا وهذا العمل اللي كنديره آمنين إلا ولينا خايفين ومطاربين لأن واحد الحجرة كتجينا ولا واحد كي يجي يجمع لنا ولا واحد كي يقطع لنا الضو تع السوفان ولا ما عرف تشدك شي يعني تصورات مختلفة إذن الحرية دياله تجاوزت الحدود والتي تتمس الحقوق ديالنا تحنا إذن فأحيانا وفي كثير من الأحيان كان هذا الاستيضام ما بين الحقوق والواجبات وهذا هو الإشكال ديال القانون الجنائي وهذا هو الإشكال ديال المسترة الجنائية المسترة الجنائية مليكة تقول لك قارينات البراءة مليكة تقول لك الحرية أنه ما يتعتقل شي واحد يعني عندك تحر فهذا لي يعني أنه ما يمكن أنت واحد يتقبط في السجن الأصل هو الحرية وخاصنا نميزه الحرية وأنه لي ما دارش علاش ما يتقبلش بحرية ولا دار خاصنا نخضعو ذاك شي المعاير اللي كان في القانون إلا بغينا نديره الحد من الحرية خاصو يكون إما مثلا حرصة نظرية إذن خاصنا نطبقوا المقتضيات ديالها متى تكون ممكنة ومتى لا تكون ممكنة القانون كيددخل كيقول لك إلا كان بحث مهدي بغينا نديره الحرصة النظرية خاصنا يكون بعدها كنبحثوا معها على جريمة هذه الجريمة كنشوفه النوع ديالها هذا شي سهل غير الناس من كيستحضروش كيبدأوا يهضروه صفي كيبدأ هذه النوع ديالجريمة واش هذه الجريمة العقوبة ديالها قل من سنة ولا أكثر من سنة إلا كانت سنة فأكثر يمكن ضابط شرط القضائية هذه الساعة يطلب من وكي الملك باش يديره في الحرصة النظرية إلا كانت هذه الجريمة فيها تلت شهور ديال الحبس ولا فيها غارمة ما يمكنش يديره في الحرصة النظرية إذن هنا كان قدموا الحرية على الجريمة منك تكون هذه الجريمة في البحث التمهيدي كتر من سنة والفوق كييمكن هذه الساعة وكي الملك لكانشف ضرورات البحث كيديره في الحرصة النظرية تتبحت معاه في حالة تلبوس ما كيبقاش عندنا هذا الإطار كتقدر تقبط في الحرصة النظرية ما شيء اللي يرتاكب الجريمة أي واحد كان في الموحدة ديال الجريمة وظهر أنه عنده معلومات أو أي واحد دازمت ما بغينا نتأكده من الهوية دياله وأي شخص لمفيد البحث خدي نجيبه لأنه من اللي نطلقنا نطلقنا في البحث ديال الجريمة في حالة تلبوس قبطنا واحد سيد في تلبوس ولكن في حالة تلبوس محددها المادة 56 للمصدر الجنائية من بعد كنا بدأوا نديروا الإجراءات فإذا ما اللي كنت بدأت تحاسب أداء ديالنا نحن كان يبقى أما خصك تحاسبه على هذا الأسس أنه تعدينا على الحرية ما كانش خصنا نعتقله واعتقلناه ما كانش عدنا الحق لشوفت شو المحل دياله إما خصنا نديروا واحد الإجراء بحل الموافقة أو غيره وما درنهاش بدك يكون تعدي وغدا يقول لدك المحضر ديال التفتيش باطل ويمكن يتعرض هذا القاضي اللي آمر بيتعضل المخالفات ويمكن يعطي حتى التعويض لك كان في ضرر ولكن إلا كان الإجراء تم وفق القانون هذا ليعتبروا تعديل الحرية إذن مليك تضر لي على جرادة جرادة إلا بغيتي تشوف الأمن العام والنظام نعم شوفه شو وقع الأمن العام تاني شوف الأضرار اللي وقعت الأمن العام شوف الخسائر هذه الخسائر ركي تضرر منها المواطن را مليك يتهرسو طمو بلاد ديال البوليس وراش شارينه من المغاربة را ملك ديال المغاربة را ملك مشاعد المغاربة را ماشي ديال إسرائيل را محنش نقاومه ولا نجاهده را إنسان بغيت يتمارس الحق ديالك را تقانون ما أعطيك الحق ترشق بالحجارة ولا تضرب ولا تحرق ترجمة نانسي قنقر